السلام عليكم بسم الله نبدأ كاملين بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بصحة وعافية يا ربي آمين في الفيديو نهار اليوم كما رأيكم سوف نقوم بمعكم هذه زلبية البنان أو سبوع القاضي نحن سوارا نقول له سبوع القاضي وصفة اقتصادية مئة بالمئة وما نحكي لكم جيبنين كما تعبرها نبدأ الفيديو تاني على بركتي الله بسم الله نبدأ بالمقادير اللي هم ولا أبسط عندي زوج كيسان مع أربح كاس الزيت زوج مغارف عسل ورشات عملح نديرهم في كاثرولة ندير أحد المكونات في كاثرولة ولا طاوة ولا طاجين نديروهم في رحبة ونديروهم على نار قاوية من يبدأ الخالط التاعي يغلي نقل عهم النار ونكمل معكم المراحل ولما كانت متوفر عندكم العسل أكيد تقدروا زوج مغارف كبار تحسكر عادي ونزيد نخلي لكم بطبيعة الحال جميع المقادير في صندوق الوصف وهنا بعد خالط التاعيش وفغلة نقلعها على النار ونزيد عليه زوج كيسان ونصف تعفارنا كما راكم ترون زوج كيسان هذا الكيس عم والد الكاس المعروف زوج كيسان ونصف تعفارنا نديروهم على ضربة ونحركوا بمغرفة تعلوح حتى الخالط التاعيش يتجانس ويتماسك ويقول لنا كما لابات لابات لا تكون لا قاسحة جريالة تكون كما لابات ترياشة داروحة وتشوفوا جيحنينة وجي رطبة كما نقول نبقى نحرك بالله وهو حامين قبل أن يبرد نحل لقاء هذه الفارينة في وسط العسل والماء وهذه هم المقادير اللي فيها حرفيا شفتوا شعال اقتصادية وهذه الكمية ستجعل لي كمية لابس بها تعسبوع القاضي وللآمانة لابنات هذه الوصفة اديتها من عند أم والد الله يذكرها بخير بعدما جربت شعام الوصفة وجربت تعسميد تعسميد قاما ننصحش بها قاما ندخل الشابة جربت على الوصفات ونروحوا نجربوا الوصفات ونعودوا نوغي الوصفات أم والد بسكوهما اللي ناشحين وصادقين مئة بالمئة وانا هاد الوصفة راني نشاركها معاكم باش نقولكم باللي هاد الوصفة ما نستغناش عليها نهائيا وكل رمضان ولا مام مو الرمضان والاقبر لرمضان كل ما يجي في خاطر اسبوع القاضي ندير هاد الوصفة منعيش قاع راسي ونجرب وصفة واحد اخرى وما تعجبنيش حاجة عجبتني دايما نقعد متمسك بها وما نستغناش عليها نبقوا ندخله كما راكم تشوفوا بالمغرفة على اللوح ولي الامانة الوصفة ام والد وام والد بصفة عماليها لها الفضل علينا كاملين انا بعد مشيرات لمين تزوجت ما كنت نعرف نطيب نهائيا في اللولة كنت نطيب قبل ما نعرفوا اليوتيوب وقع كنت نطيب نحوص على الريسات وقع مليست ندخل جوجل نحوص على الريسات ونطيب عليهم وم بعد ما نعرفنا ام والد بقنا نتبعوا فيها لا يتكرها بخير ونقولها شكرا على مي صداقية تاعك وشكرا على وصفتك الرائعة وارب يسجلك وليداتك ويخليلك صحيحتك يا ربي امين هنايا بعد ما تكملت ودخلت قاعدك الفارينة نديرها نديرها في طبسي علاجها غير مبين غير تدفى شوية باش نقدم نتحكم فيها في الديها شوفوا العجينة كيف تكون ترية حنينة نجلب نديرها بقناة القاعدة نجد مبينة لتلاقي ونقوم بالتلقي نجد مبينة لتلاقي نجد الكثير من هذه الأمين كما ترى انا قمت بتقنق المبينة ونقوم بالتلقي ومحظوا لتناقي ونقوم بالتلقي ونقوم بالتلقي ويجب عليكم الترية نبقى هكا نعصر فيها هادو اللي ما عندهمش لابوش ولي عندها لابوش دير كي ما غادي نوري لكم طريقة هنا شوفوا جبت لابوش درت فيها كمية شاورا لابوش اللي بنت نشدوا عند لادوي ما نخلوش لابوش ما نشدوش غير ملابوش بس كو من شدوش ملابوش شوفو هنا يا راني نعصر فيها ما نعصرها في البلاك كي ما غادي تشوفو شتو عصرتها في سقط حمجيكم مكورة كل حاجة تصبو القادية اللي نعرفه هاكا نعصره من فوق ونبقى نحطوه في الحبيبات تصبو القادية وشوفو كون ما نشدوش عند لادوي هادك لادوي تعنا تخرجنا كما شفتو نحن نضيرو كمية ونشدو عند لادوي نشدو البوشت عند لادوي بهاب لادوي كما نقولو ونبقى نعصره وننضي الكمية تائكة ان شاء الله تكون طريقة واضحة يكون الشرح واضح وتكون الصورة ثانية واضحة نكمل على هذا المينوال حتى نكمل على الكمية تعالي عجينة لها عندي ودوك تشوفو الكمية اللي دارتها لي شعلت الكمية لابس بها روعة اقتصادية ودير كمية لابس بها والله ننصحكم لبنات بهذه الوصفة وننصحكم بشدو غليدة الفم تحقس سيكون متوسط مرقيق مغلادة وشوفو هنا بعد ما كملتهم شوفو كمية ماشاء الله شعال دارسي كمية روعة لابس بها كلينا فيها ترواجر هذا السبوع القاضي شوفو ويأتي تماما تماما تحسب وراك وتاكلوا فيها داكتا عبارة هنا في نفس الوقت سني دار الزيت يحمى هاي لا درت كمية الزيت في الطاوى درتها يحمى على النار فوق المتوسط ماشي متوسط وماشي ناقصة فوق المتوسط وماشي قاوية قاوية ونخلوها على جهة هنا يا بعد ما احمى الزيت سنستيب شوية ملع جينة سبوع القاضي كنقيسها ونضيف لي بوليطات ثم الزيت اراه هادك هو نبقى نحط في الحبات سبوع القاضي تاويه لازلابية البنان وقالت لكم يأتي تماما نفس الماداق ونفس القرماشة ونفس كل شيء كما تعبره نحن نبقى في الدار يأتي حاجة نقية وحاجة ماشي صابحة يجع لطوالي ولو يبيعوا لازلان يطوالا ولو يبيعوا سبوع القاضي يدار حالة 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 ماشي شباب وصابح دايما ولينا انا كن منطح امبان هاكي يجوني دياف ولا نقول الزيت اعيشي شوية زع ما ما تحتشقاه في سبوع القاضي سيرت العام نفات ما تحتشقاه في سبوع القاضي زع ما اه جديد دايما صامت ودايما صابح وحالة حالة حالة هنا نضع الحبيبات ونظام لكي ماشي زايدا نابق المتوسط من يحمروا الحبيبات التتوعنا ونقلقوهم ديركت في الحسل وناصيحة انسيت بشي بشي مجرد له لكيوس من نضع الحبيبات التاينا تاع الاسبوع القاضي في اللوله نصيبارو ما بينهم بسكوهم يتلاسقو في بعضهم بعد نصيبارو ما بينتهم بالقارفو نكملون ونزوو فيهم بالقارفو وناخروا فيهم على بعضهم بعد منطيبوهمش هما متلاسقين و هنا نجعلهم يتعسلون مدة خمس دقائق و نقلحهم نجعلهم شي طولوا و يشربوا العسل و يشربوا العلامة نجعلهم شي طولوا بزاف هنا نبقى نسيباري بهم بالقارفو و لبنات الذين ينحلو لها لا يوجد مشكلة هذا الزيت لا يكون حامي غاية سيبخصي يتحلوا و لا يجبهم الزيت يكون حامي بها لكي تديروا الحبيبات لكي لا يتحلو لك حبيبات الأولى لا يوجد مشكلة و لا يتحلو لك الحبيبات و هذه النتيجة يتحلوا كيف يأتي يأتي روعة و يأتي بنيل كما تعبر الصوف يأتي حاجة نقي حاجة نقي و عارفين تعبر الحوانيات الزيت كامي لا يبدلوه لا يحدث ولا حرج و سهل و اقتصادي كما رأيكم تشاهدوه لا يتحلو لكي تعجزوا عليها أم والد شكرا شكرا على هذه الوصفة نقوم بتصمع القرمشة نقوم بتصمع القرمشة يأتي القرمشة و اهم شيء يأتي من الداخل الطري و يقعد القرمشة لمدة يومين حتى الثلاثية نقوم بتصمع القرمشة حتى الثلاثية نقوم بتصمع القرمشة و انتظروا هذا كان يومين طيبة حسبوه أن رمضان شاهدوا كيف يفشل القرمشة و يبقى دايماً و اهم شيئ يأتي و اهم شيئ يوجد اقتصادي كما رأيكم تشاهدون شاهدوا شيئاً قيام نضعها في دوريسنا لولداتنا وإن شاء الله يا ربي دخل علينا رمضان بصحة وإن هنا شفتوا كيف يأتي مشاربتاني كالعسل يأتي روعة شاهدكم في الجنة إن شاء الله وكانت هذه الفيديو تانا تانها اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم والوصفات تكون عجبتكم الفيديو خلوا لي لايك ودعموني بالإبناء وخليتكم على بركة الله إلى الفيديو القادم إن شاء الله ونختم معكم بهذا الدعاء كما العادة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا ربي قدرنا دايما على فعل الخير